طيب من أخبار النادي الأهلي خلينا ننتقل بعد كده لما لف بقالنا فترة بنتكلم فيه ومش فترة قليلة بصراحة وفكرة الانتقالات يعني الصحفية ووضع الميبابي حالياً إيه لأن فيه تقرير كتير وآخرها كان بالأمس تقرير صحفية قالت إيه بقى؟ قالت إن نادي الهلال السعودي خلاص حيدوم الميبابي يعني وكانت منهم اللي تكلم بهذا الشكل كانت شبكة سكاي سبورتز البريطانية ودي شبكة مخضرامة جداً ومن المواقع أو الصحف اللي أنت ما تتكلم عنها بيبقى بفعلاً عندها مصدقية شوية بس على كل حال أنا بقول لحضراتكم إيه اللي تقال؟ لسه ما فيش قرار أو فيه تصريح رسمي على كل حال هي قالت إن إدارة باريس سان جرمان وفقت بالفعل على عرض الهلال لضم اللاعب وشراءه كمان بقيمة المدة المتبقية من عقده واللي بلغت 259 مليون جنيه استرليني يعني لو أنت جيت حسبتها باليورو تقريباً 300 مليون يورو طبعاً 300 مليون يورو ده رقم كبير جداً رقم كبير جداً طيب من ناحية تانية أشارت بعض وبعض التقارير الصحفية أن بارسلونا مهتم كمان بالتعاقد مع ميبابي وأن هم حينقشوا معاه في التفاصيل ويتكلموا معاه في التفاصيل وقالت أن بارسلونا أجرى اتصالات بالفعل مع بي أس جي عشان يحاولوا يشوفوا ويستكشفوا إمكانية انتقال ميبابي في فترة الانتقالات راح نتكلم عليها الجارية وطبعاً برضو خلينا نقول نحن كلنا عارفين أن عقده هينتهي مع باريس سان جوربان في عشرين خمسة عشرين تتكلم تقريباً في سنة وشوية أو سنتين فهل ده هيحصل مش هيحصل يعني طبعاً ملف غريب ملف غريب وخصوصاً أنت بتتكلم عن يعني عروض مختلفة وإحنا سمعين قبل كده برضو أن ميبابي كان عنده نية أن هو يروح لريال مدريد وكان حابب أن هو يروح لريال مدريد وشوفنا التصريحات الأخيرة من ملاك بي أس جي ونصر الخليفي اللي اتغيرت مؤخراً في الأول كان فيه تمسك من ميبابي بعد كده قال لك لأ الموضوع راجع ليه اللاعب عايز يكمل عايز يمشي هو حر بس فكرة العرض الجديد انت بتتكلم عن الهلال السعودي ده مختلف يعني هل فعلاً ممكن ممكن ندخال ميبابي كمان حينضم للدوري السعودي يعني ساعتها ولاية الواحد مش عارف شكل الدوري السعودي حيب عامل إزاي انت بتتكلم عن أفضل لعبت العالم كلهم بيروحوا الدوري السعودي تقريباً يعني ولسه الصفقات مستمرة ولسه الانتقالات مستمرة وحنسمع أسماء يعني لسه كبيرة جداً في الفترة كمان اللي جاي أعتقد أو بشكل يعني كبير فلسه كلها أقويل لكن واضح أن قصة يعني أن ميبابي يستمر مع PSG أعتقد دي أصبحت منتهية بشكل جميل لكن إيه هي اللي جاية أو الخطوة اللي جاية ده للأيام اللي جاية أعتقد حتأكده لنا لكن لسه ما فيش أي بيان رسمي نقدر من خلاله ندي حضراتكم معلومة مؤكدة يعني